السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض التعمية او الفلفل هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة تطلع معاك هشة مش مكتومة مش معجنة ومقرمشة ولون هفاتح جدا وكمان هنحشيها بالموتزاريلا ازاي كل ده ده اللي هتعرفوا معايا جوا الفيديو بس قبل طبعا ما نروح اتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشارد الفيديو لو عجبكم طبعا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحضير اول حاجة محضرها عندي هنا نص كيلو من الفول المتشوش لما وجود طبعا عن دقيق عطار او اي سيبر ماركت اللي هو الفول اللي بنعمل منه البصارة وزي ما انت شايفين ده بيبقى شكله هو نشف وده شكله بعد ما تنقع مش اقل من 12 ساعة انا سبته منقوع ليلة كاملة وبعد كده طلعته على مصف يصفي كل المياه الزيادة من علي ومعايا كمان بصلايا بحجم المتوسط زي ما انتو شايفين وتسع فصوص من التوم وحوالي 50 جرام من الكسبرة الخضرة و50 جرام من الكورات ما تكتريش ابدا ابدا في الخضرة كفية كده الكمية دي والوصفة دي واخداها من صاحب مطعم وكمان من ممز دايما بتعملها بالطريقة دي وبتكون اكتر من تحفة بعد كده كل اللي هعمله انه هقطع كل الخضر اللي موجود معي البصل والتوم والخضرة هقطعهم قطع صغيرة علشان تناسب حجم الكبه اللي انا هقطع فيها او هفرم فيها كل المكونات دي هقطعهم وهضيفهم بالشكل الان شايفا ده على الفول مهم جدا الفول ما يكونش فيه اي سوائل علشان تضمني ان العجينة وانت بتفروميها ما تعجنش منك احنا طبعا عنضف لها شوية مية بس علشان نساعد الكبه انها تمشي بس مهم جدا برضو الفول ما يكونش فيه مية كتير كمان علشان ما تفكش منك في الزيت وما يكونش فيه اي مشاكل وحنا بنقليها بعد كده هخلطهم مع بعض كويس وهبتدي احضر للمطحنة او الخلاط او الكبه اللي هتحن فيها طبعا يفضل ان قدرة المطحنة او الخلاط او الكبه اللي تتحني فيها تكون قدرة عالية لانها لو قدرة متوسطة او قليلة ممكن مع الطحن المستمر للمكونات اللي موجودة معنا دي كلها هيحصل فيه مشاكل لقدر الله يعني انصحك لو هتتحني في المطحنة او الخلاط او الكبه تكون قدرة الحاجة اللي موجودة عندك مش اقل من آآ الف وط زي ما انت شايفة بتحنهم بالشكل ده ولو لقيتها مش عايزة تمشي او مش عايزة تتحن كويس هبتدي اضف لها حوالي خمس او ست معالي من المياه طبعا على حسب الكمية اللي انت بدي فيها للكبه المهم ما تخرجاش غير لما توصليها للشكل اللي انت شايفه ده زي ما انت شايفه مفرومه ناعم جدا 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 انا حاولت اقسيب شوية من الخليط في قلب المطحنة علشان لما اضيف باقي المكونات ماضيفش مية بس لقيتها برضو مش نافعة ومحتاجة برضو شوية مية علشان تتحن كويس طبعا زي ما انت شايفة الخليط مفروم ناعم جدا جدا ودي حاجة مهمة قوي 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 علشان تاخدي النتيجة دي ضروري تتحنيها يا اما في مطحنة يا اما في كبه تكون حجمها صغير جدا زي ما انت شايفة كده او الخلط علشان تاخدي النتيجة النعمة دي انا مجربتش في الخلط الحقيقة لكن ماما بتعملها في الخلط وبتكون طحفة انا فضلت عاملها في حاجة تكون صغيرة محكومة علشان اخد النتيجة اللي انت شايفها دي ده كده شكل الخليط بعد ما خلص زي ما انت شايفة ناعم جدا جدا دلوقتي بقى يجي دور المضرب المضرب هيدديني نتيجة اكتر من رائعة لو تلاحظي طبعا حجم العجينة او عجينة الطعامية قد ايه وبعد ما يدرب المضرب حجمه هيوصل وهيبقى قد ايه المضرب هيعملي حاجتين مهمين جدا جدا اول حاجة هيعملي فون في العجينة وهيخليها هشة جدا جدا وتاني حاجة هيفتح لي لونها بالشكل الان شايفة ده الزبط كأني بضرب كيك يعني بديني تقريبا نفس النتيجة الكيك بيبقى عالي جدا وفي نفس الوقت لونه بيفتح جدا جدا لو مش موجود عندك مضرب كهربائي متى يعني ما تيقسيش نفسك ممكن بالمضرب الياديوي بس ياخد منك شوية مجهودة عشان يوصل للنتيجة دي او ممكن تكتفي بالمرحلة الاولى ان احنا تحناف المطحنة اه تحن ناعم جدا جدا برضو مش هيكون وحش زي ما انت شايفة الشكل وشايفة النتيجة طبعا انا بلف البولة علشان خاطر اجيب كل اجزاء الطعمية اللي في قلب البولة دا شكلها بعد ضربة حوالي خمس دقايق زي ما انتو شايفين بالزبط كأنك جايباها من المطعم يعني طلعيلي بس اختلف واحد كده وانا ارفعلك الشبو النتيجة طحفة طحفة واكتر من رائع وطبعا لان الكمية كبيرة شوية ان احنا نعملها في يوم واحد فانا هجيب اكياس الفريزر وهبتدي اقسم العجينة واشيلها في الفريزر وطبعا بعد متخرجية من الفريزر وهي مجمدة تقدري طبعا بالمضرب برضو بعد ما تفك تماما تضربيها ضربتين بالمضرب هتكون طحفة وهيلة جدا يعني ما فيش داعي نشتريها من المطعم انصحك تعامليها في البيت طريقتها سهلة وبسيطة جدا 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 وكمان نفس النتيجة بتاعت اللي بنجيبها من المطعم من غير كمان من ضفلها ولا عيش ولا اي حاجة لونها فاتح لونها فاتح من غير من ضفلها اي اضافات زي ما انت شايفها بالشكل ده طبعا في ناس بتضفلها شبات وفي ناس بتضفلها بقدونس وفي اضافات تانية صاحب المطعم قال لي ممكن تضفلها ورق لاوري لو انت حابة ريحتها تكون احلى بس انا ما فضلتش حبيت اعملها بالطريقة المصرية القديمة ايام اجدادنا ما كانوا بيعملوها فقط الفول والخضرة والتم والبصل ما حبيتش اضيف اي اضافات طبعا شلت الكمال شتاف الفريزر وجبت الكمال هقليها وضفت لها معلقة صغيرة من الكسبرة النعمة ومعلقة صغيرة من الملح وكمان معلقة كبيرة من السمسم هخلط المكونات كلها مع بعض وهنبتدي بقى نقلي ونحضر لأحلى فطار ومعايا هنا سمسم ومعايا كسبرة مفرومة فارم خشن علشان نشكل بيها الطعمية دلوقتي هحطر للقلية زي ما انت شايفين معايا طبق في مية ومعايا طبعا السمسم والكسبرة ومعايا الطغصة فيها زيت سخن جدا هجيب قطعة من الطعمية بالشكل ده بعد ما بلت ايدي طبعا بالمية علشان ما تلزقش فيها وانا محضرة عندي هنا هجبن موزاريلا مقطعها ومكورها كور صغيرة طبعا تقدر تستبدلها باي نوع جبن انت عايزاه وهبتدي اغطي الكورة دي بقطعة تانية من العجينة وهشكلها في ايدي هغطيها كلها او هقفلها كويس وهبلي ايدي مية وبعد كده هغطسها في السمسم وهبتدي زي ما انتو شايفين هقليها بالطريقة التقليدية نيجي بقى هنا للجزء التاني احنا هنعمل هنا جزء بقى مش بالسمسم بالكسبرة لنشفة هنبلي برضو قدينا بنفس الطريقة وعندي كيس ضفت فيه العجينة طبعا دي هنعملها مش محشية ولا اي حاجة ضفت العجينة في قلب الكيس وفتحت فيه فتحة صغيرة جعلين الطريقة طبعا مش محتاجة شرح سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وطبعا علشان الطعمية متشربش من زيت كتير فكان لازم ارفع التاسع على النار بسرعة جدا جدا لانها محتاجة النار تكون عالية جدا وتقليب مستمر لعلشان اخد اللون المناسب وكمان اخد القرمشة المناسبة لانها طبعا لو شربت زيت كتير اول ما هتخرجيها من الزيت هتلاقيها طرية زي ما انت شايفين شكلها طبعا اتنفخت اه دي ما فيهاش بقى ولا مدزرلة ولا حاجة وتلاحظوا بقى اتنفخت وبقت مدورة وجميلة جدا بالزبط غير مبلغة النتيجة اكتر من رائعة وكأنك فعلا جايباها اه زي الجهزة بالزبط وكمان جايباها من مكان نضيفي يعني حاجة كده بتكليها وانت مغمضة عنيكي هتلعها طبعا على مصفة مش هتلعها على مناديل مطبخ علشان كتبقاش طليلها وطبعا لو تسمعي الارمشة بقى حاجة كده خيال بحفة جدا سمعي معي لا ارمشة فاضيعة جدا جدا هشة اه لونها فاتح من جوة مش مكتومة زي ما شايفين منفوخة ومكلبزة وده كده اه يقول لنا ان هي من جوة هشة جدا مش مكتومة ومش معجنة اه لونها اكتر من رائع لونها تحفة وطعمها كده حاجة وهم وهم وطبعا دي اللي احنا حشناها مدزرلة طبعا تقدر تحشيها اي حشوة انت عايزها فتحتلك المجال تقدري بقى تبتكريه وتطلعي ابداعك في المطبخ وطبعا تلاحظ اللون فاتح جدا جدا دي حاجة مهمة جدا بسبب ان احنا ما ضفناش خضرة كتير او خضار كتير طعمها لان ما ضفناش اي حاجات كتير عليها فطعمها بالزبط كأنك جابها من بره دي كانت وصفتي ليكم النهاردة اتمنى من كل كل قلب ان يكون عجبتكم لو عجبتكم طبعا ما تنسونيش في الشير واللايك والسابسكرايب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة ودمتم امينين يا احلى متابعين